طبعا مسألة استجابة الدعاء يعني الكون هذا ملكي لله سبحانه وتعالى وليس ملكنا وبالتالي ليس لنا فيه أن نتصرف على وفق إرادتنا ورغبتنا فلما بندعي ربنا سبحانه وتعالى بنتوسل إليه ونكتهد في الدعاء ونلح في الدعاء ونستمر على الدعاء ثم نتيقن من أن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لنا في الوقت الذي يراه هو في جلاله أن هذا هو الوقت المناسب قد خلقنا الإنسان على سولة يا دكتور محمد فأوقات إحنا بنبقى نفسنا في حاجة قوي بس غصبا عننا إحنا بناء قدمين صحيح فالإحساس دا شوية هو ليه ربنا مش بيسمع دعائي هو ليه ربنا مش بيحبني دايما بنربط الدعاء بسرعة الاستجابة أو تأخير الاستجابة للدعاء طبعا الوقت هو ربنا شايفه أنه هو صح بس الإنسان ضعيف وخصوصا لو حاجة متعلقة بأحسيس ومشارق يا رب نحاوز الحاجة دي قوي ربنا سبحانه وتعالى بقى بيعالج الحتة دي في القرآن وبيقول سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يعني إيه؟ يعني ربما يكون الدعوة لنا بدعيها ليست خير ربما تكون شر يعني بدعي على ابني كثير من ستة تعدعي على أولاد بدعي على أخويا بدعي على أبويا بدعي على إنسان أنا شايفه ظالم بس هو في الحقيقة مش ظالم بس بدعي برضو اللي أنا خلف بدعي اللي أنا ننجح تمام بدعي إن أنا نفس أسافر يعني في حاجات برضو حلوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيهدينا ويقول لنا ما من عبد يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يكشف عنه من السوء بمثلها أو أن يدخرها له إلى يوم القيامة أو أن يستجيبها له ولذلك سيدنا بن عطاء يقول يقول لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فإنه قد ضمن الإجابة لك في الوقت الذي يريده لك لا في الوقت الذي تريده لنفسك وفيما يريد لا فيما تريد الإنسان قاصر معلوماته قليلة رؤيته مغبشة وربما غير واضحة وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعيني وأنا هستجيب لك في الوقت الذي فيه الخير لك فإحنا دايما بنقول اللي بيدعي استمر على الدعاء ولح على الله سبحانه وتعالى ولا تتعجل في الإجابة عشان سيدنا النبي بيقول نستجاب لأحدكم ما لم يعجل فقال الصحابة وما يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت الله فلم يستجب لي يبأي إذن أنت سير في طريقك لا تملي من الدعاء ولا تملي من الإلحاح في الدعاء وربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك ما تتمنى وفوق ما تتمنى حد قابلني مرة وقال لي أنا بدع لبنتي تتجوز وقال بي قلقان عليها وخايف عليها بقال سنين بدعي وبدع بقى قلبة أم وقلبة يعني دعوة الأم واستجابة ليه ربنا مش بيفرحني ويقبر بخطر ببنتي اللي أنا أشوفها متسطرة وقالت لي كده بالظفط متسطرة في بيتها والله ربنا هيستجيب لها وهتشوفها متسطرة في بيتها إن شاء الله لو كان في هذا الخير لكن هي المشكلة الأساسية اللي احنا عايزين نبنيها في وعي الناس اللي انت حضرتك بدأت فيها وهي قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل طبيعة الإنسان كده هو متعجل كل حاجة عايزها بسرعة بس مش هي دي القاعدة الصحيح فلازم الناس عندها حكمة ووعي احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ونتوكل عليه حتى لو اتأخرت سنين ونفوض الأمر إليه هو ربنا سبحانه على العالم بس ما نقولش بقى مش هندعي ربنا ما بيحبنيش ربنا مش بيستجيب لدعاية ووقف الدعاء كل دي المفاهيم الغلط اللي احنا بنحاول نقول بلاش منا